عندك بصابعك نفس الصورة هذه عندك شو بصابعك هذا يدل على شنو ركز معاي يدل على شغلتين يدل على نقص الكسوجين ويدل على مرض يعني يا يكون واحد فيهم او ممكن يكون عندك ثنيناتهم لحظة يعني شو نقص الكسوجين كاقع تنفس انا لا الموضوع مختلف مو مجرد اني انا تنفس خلاص الكسوجين رح يوصل لا الكسوجين في تاكسي له في سيارة تاخذ الكسوجين وتوصله شنو السيارة هذي الحديد اه يعني عندي نقص حديد بالضبط بس يعني معقول ابو ظاري كل اكلنا الله سبحانه وتعالى ما في حديد لا في حديد ولا قوية المشكلة ان جسمك مو قاعد يمتصر حديد قد يكون عندك خلل بحمض المعدة اذا كان حوجك حارج ارتجاء حمض معدتك قليل ما رح يكسر الحديد فالحديد رح يطلع من الحمام او يكون عندك مشكلة بالامعام الافضل تشوف مستوى الحديد شكثر نازل تقدر مثلا الدكتور رح يقرر يعطيك ياد ريب او مكمل او تركز على الاغذية اللي فيها حديد ولكن ضروري جدا تقوي حمض معدتك اشلام خلو تفاهل عضوية بتاخذ تابلت او تاخذ شراب بس تحق عود لايحوش اسنانك كذا شراب قبل نزيل وممكن عندك شي ثاني بعد شنو جي سيكس بي دي هذا شنو يا جماعة هذا انيميا الفول يعني شنو فيه اكلات معينة تاكلهم تكسر كريات الدم الحمراء والاكسوجين ما يوصل ضروري جدا تفحصهم يا جماعة اسمع الصدمة فيه شخص دش بعمر الاربعينات يكتشف انه عنده هذا المرض جي سيكس بي دي توه يكتشف قبل ما يدقيقون والفحص مو دقيق فاذا انت من جيل الطيبين وعندك مشاكب تنفس سو هذا الفحص اذا طالع عندك خلاص انت عرفت الحل يمكن عرفت نص الحل واخر على طعمها اللي فيها مكسرات ليش تسوي هذي لانه تكسر كريات الدم الحمراء واضح يا جماعة قلنا خلط طفاح راح يساعد المشكلة وناخذ ونركز على الاغذية اللي فيها حديد زائد شنو سو هذا الفحص يمكن فيك انت وانت خلي اقول لك افضل ملتيفيتامين تقدر تاخذه ويقطع اهتياجات جسمك كلها تي شنو اكل الله سبحانه وتعالى شنو اكل الله الاكل اللي قعنا اكله هذا افضل ملتيفيتامين اكل الله يا جماعة كل شي فيه كل شي فيه تامينات معادن احماط دهنية كل شي فيه بس ليش في بعض الناس ينقص عندها انا اقول لك المشكلة يا جماعة مو بالاكل مشكلة عندك من الداخل يعني شنو قد يكون عندك معدتك مقوي لانه ما يكسر بعض الفحص في تامينات المعادن قد يكون عندك سوء امتصاص بمعائك معائك ما تمتص فتخيل اكل الله سبحانه وتعالى جسمك مو قع يمتصه فتقوم تدخلها من بره تابلت فانت وايد داش بمشكلة جدا كبيرة تكفى اسأل يدك 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 دق عليه اوصف دق عليه هلا يدك شلونك يدي شنو كنت تاخذ زينك شنو نوعي تبك كلو نايت ولا استرات كم قرام رح تنقبل العقال على اذونك ما عندهم هاتسوالف وكاسة حتهم ممتازة زين بس شخص طريح الفراش جسمه ناكسر في تامينات فلاني ممكن هذا يعطونا لانه ناكسوال شخص مثلا عنده مجهود صايد شخص مثلا يلعب بالنادي يحتاج كميات الفيتامينات معادن ممكن ياخذ من بعض الفيتامينات معادن او الافضل ما ياخذ يزيد وجباته شنو يزيد وجباته يعني ثلاثة في اليوم اربعة خمسة لانه عنده مجهود فانتبه انتبه انتبه الفيتامين هذا لو ندري احنا ان الجسم رح ياخذه خلاص انüyorsun دائما الخلال من شنا يا جماعة من امعائك او حمض المعدة ضبطهم ضبط امعائك ضبط حمض المعدة ترى والله اكل الله كل شي فيه لا تلود على الكبد والكلتين شفت الكبد والكلتين لما تاخذ لا تلود على الكبد والكلتين شفت الكبد والكلتين لما تاخذ في dejar عدن لازم يمرون هني عشان يوصلهم فتخيل الكبد يقول عندنا منه هذا ليش ذاز عندنا منه فليش تبتشقلني شفت الفون لما تستخدمها فترة طويلة يصير حار يتعب شذيه راح يصير بالكبد لما يطف وبعدها ماكو كبد ماكو كلتين